فيه خبر مهم جدا من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان نقلا عنها وعلى مسئوليتها الشخصية أو على عهدتها وعلى عهدة المصادر اللي نقلت عنها مؤسسة سيناء في الخبر اللي يظهر قدام حضراتكو على الشاشة بتقول أن السلطات المصرية تشرع في بناء منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار لاستقبال فلسطيني غزة حصلت مؤسسة سيناء على معلومات من مصدر ذوصلة تفيد بأن أعمال البناء الجارية حاليا شرقي سيناء هي لإنشاء منطقة أمنية معزولة مع الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين من غزة حال حدوث عملية نزوح جماعي من سكان القطاع في مقابلة للمؤسسة مع اثنين من المقاولين المحليين قال النقطة مهمة يا جماعة لأن الحج إبراهيم هيظهر دلوقتي أعمال البناء اللي حصلت عليها شركات محلية من الباطن جاءت بتكليف من شركة حزر فزر أبناء سيناء للتشهيد والبناء المملوكة المين لرجل الأعمال المقرب من السلطة براهيم العرجاني بتعمل إيه شركات المقاولات دي اللي تبع أبناء سيناء بتنشئ منطقة محاطة بأسوار بارتفاع 7 متر بعد إزالة أنقاض منازل السكان الأصليين اللي اتدمرت أيام الحرب على الإرهاب ومطلوب من الشركتين دول اللي تبعين لأبناء سيناء اللي بيمتلكها براهيم العرجاني صاحب محمود السيسي أنهم يخلصوا الموضوع ده أو المنطقة دي في عشر أيام فقط وبتقول مؤسسة سيناء أن المعلومات دي جرى تداولها على نطاق ضيق بهدف عدم انتشارها وأن العمل يجري تحت إشراف الهيئة الأندسية للقوات المسلحة وفي تواجد أمني كثيف ده الخبر اللي موجود دلوقتي يبقى مصر دلوقتي وفقا للخبر ده بتجهز أماكن لاستقبال لاجئين من قطاع غزة لو حصل إيه؟ لو حصل نزوح وإسرائيل عملت العملية البرية يبقى كل الكلام اللي بيتقال إن مصر هددت بكم بديفيد ومصر قالت ومصر سوت ومصر صرحت ومصر تتبع عن كثب وتتبع عن قرب ومصدر أمني رفيع المستوى كل الكلام ده هكس وفقا لمؤسسة سينة يبقى إحنا هنا بنستعد عشان نستقبل لاجئين يعني إحنا هنا بنساهم في مخطط تهجير الفلسطينيين يعني كلام أحمد موسى وحملة عباس كامل والكلام كله إفضل في أرضك حارب قاوم امسك ما جيش عندي كل ده واضح إنه هكس واضح إنه وفقا لمؤسسة سينة إن مصر بتعمل دلوقتي تجهيزات لاستقبال الفلسطينيين في سين يعني السيسي بيهجر الفلسطينيين أو بيساهم في تهجير الفلسطينيين عشان تبقى الصورة واضحة ده مؤسسة سينة اللي بتقول بترجع المؤسسة تكمل في البيان إنه قبل يومين نشر التقرير مدعم بصور حصرية بيقول إن السلطات بدأت في أعمال بواتيرة سريعة في ظل تشديد أمني كبير في المنطقة الحدودية وعمل الجدار أسمنتي بارتفاع 7 متر بدءا من نقطة في قرية قوزة بوعد جنوب مدينة رفح ويتجه نحو الشمال باتجاه البحر المتوسط بموازات الحدود مع قطاع غزة إن صحت هذه الأخبار فكده إحنا بنساهم في تدمير القضية الفلسطينية وبنساهم في استقبال الشعب الفلسطيني النازح من قطاع غزة يعني مصر كده ساهمت في مخطط التهجير يعني مصر عملت اللي بنحضر منه من اليوم الأول وقفوا العدوان عشان ما يحصلش تهجير الزموا إسرائيل حدها عشان ما يحصلش تهجير دخلوا المساعدات عشان ما يحصلش تهجير لكن ما حد استمع لنا ودلوقتي واضح إن مصر بتستعد لاستقبال الفلسطينيين في النكبة التانية بعد 1948 ده كان خبر مهم لسه طالع من شوية فكان لازم نتكلم عنه لكن نرجع لقطاع غزة مرة تانية في شخصية انتشرت على تيك توك السنة اللي فاتت تقريبا اسمها الجنرال موشي الجنرال موشي ده كان راجل بيطلع على تيك توك لابس لبس زابط إسرائيلي وبيتكلم زيهم وحاطت العلم الإسرائيلي وكان ليه جوالات كده على تيك توك مع بهجة صابر وجوالات مع ناس تانية وكان عمل يعني مشاهدات رهيبة جدا الجنرال موشي ليس شخصا إسرائيليا وإنما هو الشهيد الفلسطيني علاء قدوحة بيستشهد الفنان الفلسطيني علاء قدوحة استشهد علاء قدوحة الاحتلال يغتال أبطال مسلسل يحاكي طفان الأقصى بيكلم عن إنه استشهد في غارة إسرائيلية وعلى قدوحة للناس اللي ما تعرفوش هو اللي كان بيعمل دور الجنرال موشي على التيك توك إسرائيل مش بتغتال أو بتقتل أعضاء حماس أو قيادات كتاب القسام فقط الحقيقة إسرائيل بتقتل الجميع في قطاع غزة بنعيد ونذكر في الفقرة دي بالفئات المجتمعية اللي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي لعل هناك من يستمع فيتحرك أو يعمل أي حاجة عشان يوقف هذه الإبادة الجماعية فئات فلسطينية استهدفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني العطفال اللي قتلتهم إسرائيل بالقصف والقنص ومنع الإسعاف حوالي 12345 طفل الصحفيين قتلت إسرائيل أكثر من 10% من صحفي غزة حوالي 220 صحفي الكتاب والمحللين أخرهم دكتور أيمن الرفاتي اللي استشهد في استهداف لمنزله استهدفت إسرائيل أيضا الشعراء والأدباء من أبرزهم الشعر الفلسطيني رفعة الأرير من العلماء والأكاديميين أبرزهم سوفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية وكان ضمن أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم لعام 2021 إسرائيل بتستهدف أنا معتدر فيه أخطاء ملائية كتير قدام حضراتكم فبنعتدر لحضراتكم عنها أكيد ده خطأ يعني غير مقصود الفنانين والممثلين اللي تم استهدافهم أخرهم الممثل علاء قدوحة وعلي نسمان من الأطباء والعملين في القطاع الصحي بلغ عددهم 339 شهيد من المدرسين والكوادر التعليمية والتربوية عددهم 246 شهيد الموظفين الأمميين التابعين للأمم المتحدة وبلغ عددهم 152 شهيد الدفاع المدني وطواقم الإنقاذ 164 شهيد على الأقل ومن الأسرة الفلسطينيين أيضا قتلت إسرائيل أسيرا بعد إرساله لمجمع ناصر عشان يبعت لهم رسالة وبعدين قتلوا اللي إسرائيل بتعمله هو إبادة جماعية وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه من اللحظة الأولى والضيوف كتير جدا نتكلمه فيه يا جماعة الدول العربية والإسلامية لازم تروح مع جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولي لازم تاخدوا إسرائيل محكمة العدل الدولي إسرائيل لازم تتحاكم على الكلام ده إحنا أنا مش بنتكلم لو إن إسرائيل بتقول حرب وحماس والعالم بيقول حماس وحشة طب وباقي الناس طب وباقي الشعب الفلسطيني طب المدرسين طب الدكترة طب الأطفال طب النساء طب الفنانين طب الإعلاميين طب الصحفيين العالم العربي لازم يتحرك في ده مش هتعرف تحارب مش هتعرف تدخل مساعدات مش هتعرف توقف عدوان مش هتعرف تدعم الشعب الفلسطيني على الآل حاسب المجرم عن طريق القانون إجراءات قانونية ما حدش يقولك أنت روحت لمحكمة العدلة ليه وإلا بصراحة بل حكام العرب دول يعني شغالين مع إسرائيل كلهم يعني بلا استثناء